اهلا بكم قد ايه بلدنا جميلة وبخص بالذكر سينة سينة ارض مقدسة يحمل ترابها اثار اقدام الانبياء ونزلت فيها التوراة وعلشان الكتب السماوية فيها التشريع والتكليف يظن بعض الناس انها تقيد حرية الانسان وتكتفه لكن العكس هو الصحيح فالكتب السماوية نعمة من الله عز وجل تستحق الشكر وحدر حضرتك مثال لما حرم الله عز وجل في الكتب المقدسة السارقة فاصبحت محرمة عليك في نفس الوقت حماكة من ملايين السارقات ولما حرم الله عز وجل عليك النظرة المحرمة في نفس الوقت حرم على ملايين الناس النظرة المحرمة الى اهل بيتك ومحارمك وبالنسبة للقرآن والكتب المقدسة شكر النعمة يكون بالقراءة والحفظ والتدبر والعمل بما فيه لكي نصل الى النجاح والفلاح واذكروا نعمتنا عليكم يا بني اسرائيل حين اعطينا موسى عليه السلام الكتاب وهو التوراة والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل لكي تهتدوا بها الى طريق الفلاح والرشاد في الدنيا وتفوزوا بالسعادة والنعيم في الاخرة كتب الله عز وجل لموسى في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلة اما بقى كلمة الفرقان فمحتاجة وقفة لان لها معنى عام ومعنى خاص زيها زي كلمة الحكمة والمعنى العام لكلمة الفرقان هو كل ما يفرقه او يفرقه بين الحق والباطل ذكرت كلمة الفرقان ست مرات في القرآن الكريم في خمس صور شريفة وكل اية ديها معنى مستقلة هتلاقي مثلا في صدر سورة الفرقان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبيده ليكون للعالمين نذيرة والفرقان هنا يقصد بها القرآن الكريم وفي مثل تاني في سورة الانفال ذكر الله عز وجل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والمقصود بيوم الفرقان هو يوم بدر ونرجع دلوقتي بقى لكلمة الفرقان في الاية الشريفة فصرها على معنى الأجلاء الأفاضل على عدة أوجه أول تفسير الفرقان بمعنى التوراة وتاني تفسير الفرقان بمعنى العلم والحكمة وتالت معنى هو فرقان البحر ورابع معنى هو الحجج والبراهين والمعجزات كلنا درسنا في اللغة العربية أن كلمة لعلة تفيد الترجي الحقيقة هي تفيد الترجي مع غير الله وده لأن الترجي يكون ممن يجهل عواقب الأمور ولكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية فكلمة لعلة مع الله عز وجل دائما تفيد التعليل وفي الآية الشريفة لعلكم تهتدون معناها لكي تهتدوا إلى سبيل النجاح والفلاح لعلكم تهتدون فيها رسالة من الله عز وجل لنا كلنا للأسف في الدنيا كثير من الناس يتهادون بالقرآن الكريم وقليل من الناس يهتدون بالقرآن الكريم نصيحة من القلب اشغل نفسك في الدنيا بالقرآن الكريم فهو خير جليس في الدنيا وخير أنيس في القبر وخير شفيع يوم القيامة جزاكم الله خيرا